تم بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط افتتاح معرض أنغي كارتي بغيسون رائد روبرتاج الصور الحديث وهو معرض يتتبع من خلال الصور لحظات تاريخية بارزة المعرض يستمر من الرابع والعشرين من نوامبر الجاري إلى غاية الواحد والعشرين من فبراير الفين واثنين وعشرين ويجتمل على أكثر من مائة وثلاثين صورة هذا المعرض يشكل فرصة للإطلاع على أعمال أحد أكبر المصورين الذي استطاع نحتى نظرة عدسة الكاميرا من خلال صور ملتقطة بشكل فوري ليحولها إلى تحف فنية المعرض يفرض نفسه من خلال إبراز لحظات قوية من إفريقيا في سنوات العشرينيات إلى تحرير باريز مرورا بانتصار الشيوعيين الصينيين والبورتريا الشهير لغاندي قبل ساعات من اغتياله وأيضا روسيا بعد وفاة ستالين هناك نظرة مختلفة على الصورة تشمل الصورة الغامقة والفاتحة بالأبيض والأسود مع كارتي بغيسون الذي أعتبر عين القرن بمعنى أنه الرجل الذي استطاع أن يتقمص لحظات أو يقتنص لحظات مهمة من مصار المثقفين والفنانين إلى غير ذلك معرض الصور الأكثر رمزية لأونغي كارتي بغيسون يعد تحديا جديدا للمتحف الذي يتموقع كفاعل أساسي في المشهد الثقافي وينضاف بالخصوص إلى معارض الرسامين المغاربة في المجموعات الوطنية